الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يستعمل الجميع في طاعته وأن يبارك لنا ولكم في كتابه العظيم وبعد فإن لازلنا في سياق آيات سورة الأنبياء حيث ذكرنا قصص عدد من أنبياء الله عليهم السلام فيما ذكر في هذه السورة العظيمة فقد ذكر الله جل وعلا ما تفضل به على عدد من أنبياءه عليهم السلام من أنواع النعم وكان الجامع بين هؤلاء الأنبياء في ذكرهم في هذه السورة أولا ما لديهم من عبودية لله عز وجل سواء بعبادة الصبر أو بعبادة الشكر وكذلك ما في هذه الآيات من التجاء أنبياء الله عليهم السلام وندائهم لرب العزة والجلال وما في هذه الآيات من ما كتبه الله من النجاة لأنبياء الله عليهم السلام في هذا اليوم نبتدئ بتفسير عدد من آيات سورة الأنبياء من الآية السابعة والثمانين إلى الآية الخامسة والتسعين يقول جل وعلا وذنون أي اذكر ذنون إذ أشاد الله جل وعلا به وبذكره وعرف بدعوته فقال إذ ذهب مغاضبا أي ترك قومه وذلك أنه دعا قومه إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلم يستجيبوا له فظن أن بقاه لديهم لا يجدي شيئا ولذا تركهم بدون أن يأخذ الإذن من الله جل وعلا لأنه قد أيس من أن يهتدوا فذهب وترك قومه مغاضبا أي أنه قد اشتد به الغضب والحنق على قومه حيث آيس منهم فإنهم قد سخروا منه واستهزأوا به وكذبوه في دعوته فتركهم قال جل وعلا فظن أن لن نقدر عليه قيل بأنه ظن أن لن يضيق الله عليه حينما يترك قومه لأن معنى التقدير التضييق كما في قوله جل وعلا فيما يذكر من أمور الرزق وقال ويقدر لمن يشاء وقال بعضهم بأن هذا مجرد هاجس ورد على ذهنه لكنه لم يستقر في ذهنه فركب في السفينة مع قوم فهاجت بهم الريحة فاحتاجوا إلى أن يلقوا بعض ما فيها من أجل أن تستقر سفينتهم فضربوا القرعة فضربت عليه ووقعت عليه مرارا فألقوه وحينئذ التقمه الحوت ودخل في جوف الحوت فنادى في الظلمات أي توجه بالدعاء الشديد الذي يدل على رغبة صادقة كأنه بمثابة النداء فنادى في الظلمات فإنه قد اجتمعت عليه ظلمات متعددة فأولها ظلمة الليل وثانيها ظلمة البحر وثالثها ظلمة بطن الحوت مع ما كان في ذلك الوقت من ريح شديدة هبت عليه فنادى ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأفرد الله بالعبودية والأولوهية فقال لا إله إلا أنت ينادي رب العزة والجلال سبحانك أي أنزهك من الظنون الكاذبة وأنزهك من أن تُعصى وأنزهك من أن تكون ممن لا يتصف بصفات الجلال إني كنت من الظالمين أي يقر على نفسه بأنه قد ظلمها بتركه الاستمرار في دعوة قومه إلى الله جل وعلا وحينئذ استجاب الله له ونجاه من الظلمات التي وقع فيها فهجاب الله دعاءه وأخرجه من بطن الحوت وأنجاه من الغم حيث إن الغم الذي حصل عليه لأنه ظن أن غضب الله عليه أشد فاغتم لذلك فكان الغم الناتج عن هذا أعظم من المصيبة والكرب الذي وقع فيه قال تعالى وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ أي هذه طريقتنا وسنتنا الكونية الماضية أنه جل وعلا ينجي أهل الإيمان من المصائب والكروب التي تقع عليهم وقيل بأن المراد بهذا أن من وقع في كرب في كرب فعليه أن يدعو بدعاء يونس ذا النون والنون هو الحوت سمي يونس عليه السلام بهذا الاسم لكونه قد التقمه الحوت وهكذا سنة الله في الكون أنه ينجي أولياءه المؤمنين قد يحدث لهم في أول الأمر ما يحدث من التضييق والتشديد لكن العاقبة تكون لهم والنجاة تكون من نصيبهم قال تعالى وَذَكَرِيَّا أي وَذْكُرُ زَكَرِيَّا الذي نشيد به ونشيد بذكره ونذكر ما أتاه الله من رشده ومن الحكم والنبوة إذ نادى أي دعا ربه دعاء شديدا وألح في دعائه لرب العزة والجلال ودعا ربه تذكرا بأن الله هو الذي ينعم عليه بأنواع النعم فقال في دعوته رب لا تذرني فردا أي لا تتركني وحيدا في الدعوة إليك فإن زكريا كان يدعو إلى الله فخشيا أن ينقطع باب الدعوة إلى الله بوفاته فطلب من الله جل وعلا أن يرزقه من يستمر في الدعوة إلى الله فقال لا تذرني فردا أي لا تتركني وحيدا في الدعوة إلى الله جل وعلا وأنت خير الوارثين أي أن الدنيا تأول إلى الله جل وعلا فهو الذي يريث الأرض ويرث من عليها قال تعالى فاستجبنا له أي حققنا له مطلوبة ووفينا له بالوعد بإجابة الدعاء والداء ولذا وهب الله له نبيا من الأنبياء هو يحيى ابن زكريا قال وأصلحنا له زوجة لأنها كانت عقيمة فجعلها الله جل وعلا تحمل بيحيى وقوله وأصلحنا له زوجة فيه أن الإنسان يصلح حاله بمن يزاوجه ومن يخالطه ثم ذكر العلة في إنجائهم من المصائب والكروب الشديدة وذكر العلة في إجابة دعواتهم فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أن يبادرون لفعل الطاعات ولا يسوفون في فعلها وكانوا كذلك يدعوننا رغبا ورهبا أن يطلبون من الله حوائجهم رغبة في فضله وخوفا من عقابه وخوفا من أن تردى دعواتهم بسبب أفعالهم ومن الأسباب التي جعلتهم ينالون النجاة من الله والرحمة منه سبحانه والسلامة من الكروب أنهم كانوا خاشعين أي ذليلين خاضعين لله جل وعلا ثم ذكر رب العزة والجلال مريم عليه السلام فذكرها بالخير وذكرها بما يناسب حالها من الزكاء والطهارة فقال والتي أحصنت فرجها أي حفظت نفسها من الفواحش فلم يأتها شيء منها فكانت قد حفظت نفسها بحفظ الله لها وبالتالي لم يصل إلى فرجها أحد من الخلق قال فنفخنا فيها أي أن الله جل وعلا أرسل جبريل ملكا من الملائكة فنفخ فيها أي في بطنها من روحنا أي من كلمة الحياة التي نحيي بها المخلوقات الحية كن فيكون وفحملت بعيسى بن مريم عليهما السلام قال وجعلناها أي أبقيناها وتركناها هي وابنها آية للعالمين أي علامة ظاهرة ودليلا وبرهانا صادقا وذلك أنها جاءت بهذا المولود بدون أب وأن هذا المولود تكلم في المهد بمجرد ولادته ثم قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة أي هؤلاء الأنبياء ومن معهم أنتم وإياهم أمة واحدة وقوم متفقون في التوحيد وإفراد الله في العبادة ولذلك أصبحتم بمثابة الأمة الواحدة ولذا قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون أي أنا الذي خلقتكم ورزقتكم ودبرت أموركم ولذلك عليكم أن تعبدوا الله جل وعلا وحده وأن لا تصرفوا شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى ومع أن الدعوة واضحة وأن لا دل تبينه إلا أن الناس لم يسيروا على طريقة التوحيد بل تفرقوا ولذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم أي أصبحوا فرقا وشيعا كل فرقة تعبد إلها ومعبودا يغاير ما تعبده الفرقة الأخرى جاءتهم الشياطين فأضلتهم عن التوحيد وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فجميع الخلق سيعودون إلى الله يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم صغيرها وكبيرها ولذا سينقسم الناس إلى موحدين مفردين لله بالعبادة يعملون الصالحات وبالتالي يكون لهم الجنان التي يخلدون فيها ويكون هناك من يكفر أو يشرك فتكون عاقبته نار جهنم خالدا فيها ولذا قال تعالى فمن يعمل أن ينقسم الناس إلى قسمين فمن يعمل أن يستمر في أداء الأفعال والأقوال فيستمر في عمله للصالحات والصالحات هي عبودية الله بما جاء به أنبياء الله عليه السلام فمن استمر على العمل الصالح ينفع يقيم عبادة الله وينفع عباد الله وهو مؤمن أي موقن بيوم الحساب والجزاء يقدم عمله لذلك اليوم فلا كفران لسعيه بل ما سعاه وما عمله من الأعمال فإن الله أبحانه وتعالى سيجازيه عليها وإنا له كاتبون أي سنكتب جميع أعمالهم جميع أعمالهم صغيرها وكبيرها بلا استثناء ثم قال تعالى وحرام على قرية وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أن سنة الله الماضية تقتضي أن أي أمة هلكت بالعذاب بعد تكذيبها لأنبياء الله عليهم السلام فإنهم لن يتمكنوا من العود إلى الدنيا ولن يتمكنوا من أن يعودوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ولذا عليهم أن يقدموا عملا صالحا في الدنيا ثم ذكر جل وعلا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج ولعلنا نترك الكلام فيهم إلى يوم آخر ونتحدث عن شيئا من الفوائد والأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات فمن فوائد هذه الآيات فضيلة يونس صاحب نينوى ومكانته عند الله جل وعلا وما وقع منه فإنه مغفور عند الله جل وعلا له فيه وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يبادر إلى طاعة الله وأن يستمر في سبل الطاعة والتوحيد وأن لا يتوقف عن ذلك وفي هذه الآيات أن العبد لا ييأس من هداية الناس ودخولهم في الصراط المستقيم حتى ولو بلغ عندهم من العتي والإعراض الشيء الكثير وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يغضب ويحزن بسبب إعراض الناس عن دعوة الحق وعدم استجابتهم لها فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وهو جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يحسن الظن بالله جل وعلا لكن لا يكون حسن الظن سبب من أسباب أمنه من مكر الله جل وعلا بحيث يظن أنه عند تركه للواجبات يسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات استحباب أليكثار من الدعاء عند حصول الشدائد والمصائب والكروب كما كان ذلك من أنبياء الله عليهم السلام وفي هذه الآيات تقديم الدعاء بشهادة التوحيد والثناء على الله جل وعلا ليكون ذلك من أسباب إجابة الدعوات وكذلك تقديم الدعاء بتنزيه الله جل وعلا عن الظنون الكاذبة وعن الاعتقادات المخالفة للحق وفي هذه الآيات توسل العبد لله عز وجل بحاله التي هو عليها ومن ذلك أن يقر بذنوبه وأن يقر بما عنده من الظلم لعل الله جل وعلا أن يغفر له ذلك وحينئذ ننبه هنا إلى أنه قد يظن بعض الناس أن الأولين لما قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أنه هذه الكلمة لا تقال مطلقا والله جل وعلا إنما عابها عليهم لأنهم إنما تكلموا بها عندما شاهدوا العذاب أنهم إنما قالوها عندما شاهدوا العذاب وبالتالي لم تنفعهم تلك الكلمة ثم تلك الكلمة لم يخاطبوا بها رب العزة والجلال وإنما قالوها على جهة التحسر والندم فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين بينما ذنون يونس عليه السلام قالها للتوسل إلى الله جل وعلا ولذا قال إني كنت من الظالمين وهنا أفرد الضمير في قوله إني ليجعل ذلك نسبة لنفسه فقط بخلافهم حينما قالوا يا ويلنا وفي هذه الآيات إجابة الله جل وعلا للدعاء وأنه سبحانه يجيب دعوات الداعين وخصوصا من كان في دعوته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي هذه الآيات أن غم المعصية أعظم من المصيبة التي تحدث نتيجة تلك المعصية ولذا قال ونجيناه من الغم والغم ضيق الصدر بسبب خوف الإنسان من صخط الله جل وعلا عليه وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية في نجاة أهل الإيمان وفي إجابة دعواتهم وفي هذه الآيات فضيلة زكريا عليه السلام ورفعة مكانته حيث نوه الله جل وعلا بذكره في هذه الآيات وفيها رغبة يونس في السمرار الطاعة والتوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا لتكون من بعده في عقبه وفي هذه الآيات أن العبد قد يدعو الله جل وعلا بتحصيل ما يكون بعيدا في تصورات الناس فإن الله جل وعلا قادر على إجابة الدعوات كما أجاب زكريا حينما طلب ربه أن يهب له ذرية تكون من بعده تواصل الدعوة بعد موته وفي هذه الآيات مشروعية تقديم الدعاء بكلمة ربي وفي هذه الآيات التوسل إلى الله جل وعلا بذكر شيء من خصائصه كما في قوله وأنت خير الوارثين وفي هذه الآيات إجابة الله جل وعلا لدعوة زكريا عليه السلام وفيها تفضل الله على زكريا بأن وهبه الولد الذي سماه يحيا وكان نبيا من أنبياء الله عليهم السلام وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه جعل زوجة زكريا تحمل مع أن ذلك كان من الأمور المستبعدة بعد أن دعا ربه جل وعلا وفي هذا دلالة على أن من يخالط أهل الخير والصلاح فإن الله جل وعلا يصلح له أحواله وفي هذه الآيات أن هناك أسباب لإجابة الدعاء منها المسارع في الخيرات أي المبادرة والمسابقة لفعل ما يعود بالخير على الناس ويكون من عبودية الله جل وعلا وفي هذه الآيات ترغيب أن يكون الدعاء رغبة ورهبة فحين إذ من قال أنا إنما أدعو الله محبة له أو صل محبة له فقط فإن هذا منهج خاطئ مغاير لظواهر النصوص فمحبة الله مطلوبة كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولكن لا يعني هذا أن الخوف من الله مذموم أو أن الرغبة والرجاء فيه سبحانه ممنوعة أو مذمومة بل الله جل وعلا أثناء على الخائفين الوجلين الذين يخافون منه فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال وأما من أعطى واتقى وقال جل وعلا فأما وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهكذا في الرغبة فيكون عند الإنسان جانب الخوف والطمع فقد أثن الله على الخائفين منه الطائعين فيه قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم وقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وفي هذه الآيات الترغيب في الخشوع لله عز وجل بالانقياد لأمره والخضوع لحكمه وإقامة عبوديته جل وعلا وفي هذه الآيات فضيلة مريم عليه السلام ونزاهتها من القذف الفاسد والكلام الممنوع منه وفي هذه الآيات أن عيسى عليه السلام قد جاء بنفخة من روح الله وروح الله هنا شيء منفصل عن ذاته فكان من الصفات التي تضاف لغير الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد جعل مريم وابنها علامة ظاهرة إلى قيام الساعة كيف يتكلم هذا الصبي وكيف يكون عنده من المعجزات الشيء الكثير فهو يحيي الموت ويبرئ الأكمه والأبراص وهو ينبئهم بما في بيوتهم وما يدخرونه وما يكتاتونه وعنده آيات عظيمة وبراهين جليلة تدل على صدقه عليه السلام وقوله للعالمين جمعوا عالم وقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة فيه دلالة على اشتراك أنبياء الله في أصل التوحيد فكلهم يقرون به وقد رأى طائفة أن هذه الآية تدل على مشروعية شرع من قبلنا وأنه يجب الأخذ به وللمسألة موطن بحث عند علماء الأصول وفي هذه الآيات أن الجميع سيعودون إلى الله وسيرجعون إليه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن المخالفين لأنبياء الله سيتفرقون وسيتعادون وسيقتتلون وانظر إلى معبوداتهم فذلك فذلك يعبد صنم والآخر يعبد حجر والثالث يعبد بقرة والرابع يعبد حقيرا من الحيوانات والخامس يعبد حصا مركوزا والآخر يعبد أخشابا مصنوعة على شكل التماثيل فتقطعوا أمرهم بينهم لكنهم جميعا ما اختلاف مذاهبهم وآديانهم سيعودون إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم فمن يعمل من الصالحات أي فأي عاقل من الإنس والجن من الرجال والنساء فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي من يكون شأنه أن يعمل العمل الصالح الذي فيه توحيد الله بالعبادة وإفراده بها والشهادة لنبيه برساب الرسالة قال إن هذه فيه أن جميع الأمم تعود إلى أصل واحد وهو أصل التوحيد وفي هذه الآيات المنع من التفرق والاختلاف والتنازع والأصل وأن نكون أمة واحدة سائرين على الحق لأننا عما قريب سنترك هذه الدنيا وسنرجع إلى الله جل وعلا وفي هذه الآيات فضيلة من يعمل العمل الصالح من الطاعات والحسنات بدون أن يكون عنده من بدون أن يكون عنده من يمكن أن يرأيه أو أن يعمل من أجله وفي هذه الآيات أن في هذه الآيات أن الله جل وعلا سيحاسب العباد على أعمالهم قليلها وكثيرها عديدها وقليلها يسيرها ووفيرها ولن يترك شيئا من أعمالهم وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا سيجاز الصالحين بحسب صلاحهم ومن ثم لن يبخسهم أجور أعمالهم الصالحة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد وكل الملائكة بكتابة أعمال بني آدم ليحاسبوا عليها ويجازوا بها وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية في المخالفين لنهج أنبياء الله الصارفين العباد لغير الله فإن الله جل وعلا يرسل إليهم أنبياء يدعونهم إلى التوحيد فإن لم يستجيبوا أنزل بهم العقوبة التي تستاصلهم وبالتالي لا يبقى منهم أحد ولا يتمكنون من الرجوع إلى الدنيا بل يكون مالهم ومرجعهم للآخرة ولذا قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي قدر الله جل وعلا بسنته الماضية أن المخالفين للنهج الحق متجاتهم الدعاة إلى الله فلم يستجيبوا لهم فإن الله جل وعلا ينزل بهم الهلاك ويميت ما يكون عندهم من حيوانات ثم لا يعودون إلى الدنيا بل يجازون على أعمالهم في الآخرة هذا شيء من تفسير هذه الآيات من سورة الأنبياء ولعلنا إن شاء الله أن نستكمل تفسير سورة الأنبياء في يوم الغد بإذن الله جل وعلا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين ورزقكم الله إنابة إليه وخشوعا بين يديه ورغبة ورهبة في دعاءه كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يبارك لنا في جميع شاننا وأن يوفق من يشاهدنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يوفق أولاة أمور المسلمين ليكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر